أستاذ الدكتور أرشرف تعالعات أستاذ البطن والسكر بكل تجبانها وطبعاً أحب أشكر تباكود في المؤتمر العالمي الواحد والعشرين للسكر والوضع دي السماء والسمنة المعمول في إسكندرية وده رقم واحد والعشرين وبنشكر أستاذ الدكتور أليل عباسي على استطافته والأستاذ بكتور سمير النعيم على أن هو سمحني أن أقول المحضرة الغيرة للعامة كل سنة من طيبين رمضان جاي المحضرة عبارة عن نوع من الرأس التي تستخدم في علاج مرضى السكر من النوع الثاني بأكد تاني من النوع الثاني وليس من النوع الأول ولكن ممكن استخدامه في بعض الأحوال في النوع الأول لكن هو مخصص للنوع التاني على الأساس أنه هو بيشتغل بعد الأكل وبيشتغل على البلوكوز أنه هو لو بلوكوز عالي يبدأ هو يشتغل وينزله دي المستوى الطبيعي نحن نعرف فيه أن السكر المستويات الطبيعية بتاعته الآمنة بلغاية 130 صايم بلغاية 180 بعد الأكل أو أن هو يبقى 200 ميلي جرام في أي وقت من اليوم تحت رقم 200 الضوء اللي هو بيستخدمه اللي هو اسمه الجليبتنز ولكن بيفضل أن هي تستخدم بإشراف طبيب علشان يدي إجراءات المناسبة الجليبتنز بتشتغل على عبارة عن مش هقدر أقول أن هي هرمونات زغيرة بس همقدر أقول أنها بتشتغل على مركبات معينة بتظهر في البطن بعد الأكل لها شغل معين على الخلايا ألفا وخلايا بيتا أن هي بتحسن الجلوكابون وبتحسن الإنسولين الإنسولين من الخلايا اللي هي الخلايا بيتا وليها فعل على أسر الشبع مي في المخ الأدوية دي اللي احنا بتستخدمها لها كذا نوع حوالي أربعة أو خمسة ممودين بيستخدمهم بيتوظفوا على النوعيات معينة إن هي آمنة إن هي لا تسبب هبوط في السكر إن هي لا تسبب جفاف إن هي لا تسبب لا قدر الله بنسميها الجلطات لجتيجة السكر العادي والجفاف اللي فيه إن هي بتحافظ على المستوى بتاع الجلوكوز لمدة 24 ساعة بتشتغل بوظيفة إن هي تتفتح أو تتقفل على حسب مستوى السكر في الدم أولاً دي أضافت كتير عندنا في الميديسن أو في العلم في الطب طبعاً إن هي بدأ الناس إن هما الدرجات معدل التحكم في سكر بقت أحسن بيستخدم عن طريق الفم ما فيش منه أي مشكلة آمن بالنسبة للكبت آمن بالنسبة للكلة في بعض الأحوال إن لو في الناس اللي عندهم قصور كله وجديد ما يستخدموهوش ولكن في بعض الأدوية بدأت يستخدم دلوقتي برضو بنلح على السادة اللي هم هيصومه زيارة الطبيب والمعاودة عليهم وتحليل مستوى السكر دائماً دائماً قبل الفطار بعد الفطار قبل السحور بعد السحور قبل الظهر قبل العصر قبل المغرب علشان مستوى السكر يبقى في مستوى الآمن حتى لا يحبس أي ضرر بالنسبة لمريض السكر أولاً كل سنة نطيبين وسانياً نمضى الله سبحانه وتعالى إن رمضان يعد علينا أعوام وأعوام وكل سنة نطيبين ونشوفكم على خير موسيقى موسيقى